مخطط إماراتي جديد بدأت ملامحه تظهر إلى العلن في وادي حضرموت من خلال إقالة قيادات عسكرية وحكومية وطنية ولا هدف هنا إلا تسليم الوادي والصحراء إلى الإمارات والميليشيا التابعة لها الطريقة نفسها التي سلمت بها شبوة قبل عدة أشهر فبعد أيام من جولة خارجية تضمنت زيارة لأبو ظبي سارع رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي المعين من قبل السعودية والإمارات بإصدار قرارات جمهورية قضت بإقالة أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى العميد الركن يحيى أبو عوجة من منصبه وتعيين العقيد الركن عامر بن حطيان خلفا عنه قرار إقالة العميد يحيى أبو عوجة من قبل مجلس القيادة الرئاسي جاء عقب تحريض واسع من قبل عناصر ميليشيا الانتقالي والإعلام التابع لها ضد الرجل وقوات المنطقة العسكرية الأولى والتلويح باستخدام القوة في إخراجها ولعل القارئ للمشهد الحضرمي اليوم يدرك أن إقالة أبو عوجة تأتي في سياق تنفيذ مجلس القيادة الرئاسي لأجندات أبو ظبي في المحافظات الشرقية أليس المجلس ذاته من خذل قادة الجيش في شبوة وسلم المحافظة لميليشيا الإمارات على طبق من ذهب القرارات الجمهورية شملت أيضا إقالة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثير من منصبه عقب خلاف كبير بين الرجل ونائب مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني واليوم تخسر مديريات الوادي والصحراء رجل دولة آخر عمل خلال توليه المنصب على تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية في مختلف المجالات وطيلة أعوام خدمته السبعة شارك الوكيل الكثير المواطنين الأفراح والأحزان وكان على قدر المسؤولية في الأزمات التي حلت بوادي حضرموت واستطاع حشد الإمكانات لتخفيف تداعياتها ومعالجة آثارها تواجه مديريات وادي وصحراء حضرموت التي بقيت خارج سياق التمدد الجغرافي لميليشيا أبو ظب اليوم مخططات جديدة تستهدف أمنها وسلمها الاجتماعي فهل تعجل القرارات الجمهورية الجديدة بتمكين ميليشيا الإمارات من وادي وصحراء حضرموت أم إن الطريقة لا يزال طويلا؟ ترجمة نانسي قنقر